في سورة الروم يقول الله عز وجل ألف لامي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين كلمة البضع يعبر عنها عما دون العشر سنوات خمس سنين ست سنين سبعة ثماني يقال بضع هذا إخبار من الله عز وجل عن واقع وإعلام بشيء سيقال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين هذا الذي وقع أن الفرس تغلبوا على الروم في معركة معروفة أيام كسرة المشركون كانوا يتعاطفون مع الفرس لأنهم أيضا يعبدون الأوثان الفرس والمشركون يجمعهم جامع مشترك آنذاك قبل الإسلام نعم عبادة الأوثان أما المسلمون فكانوا يتعاطفون مع أهل الكتاب يودون لو أن أهل الكتاب هم الذين انتصروا الواقع أن الذي جرى هو أن الفرس هم الذين تغلبوا ولكن الله أخبرنا فقال غلبت الروم في أدنى الأرض لكن شؤال وهم من بعد غلبهم سيغلبون وتناقش المشركون مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه المشركون قالوا هذا الكلام صحيح والفرس هم الأقوى وهذه المعركة فاصلة نعم فسيدنا أبو بكر جزم بالعكس وكان الرهان لا يزال موجودا لم يكن قتل لما الله الباري ألغى الميسر ألغي الرهان أيضا فراهنهم رسول سيدنا أبو بكر على عدد من القلاص نعم والتزم أنهم كلمة بضع معروفة باللغة العربية قال خلال ست سنوات راح تشوفوا أن الله سبحانه وتعالى بالدوم نعم يحيل النصر إلى الروم ومرت الخمس سنوات والست سنوات ولم يتحق رجع سيدنا أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه فقال له رسول الله ما ددهم الأجل يعني بدل السبع سنوات أزيد في القلاص أقول لهم بعطيكم بدل الخمس قلاص عشر عام السلام ففعل سيدنا أبو بكر ذلك في العام السابع أنجز الله سبحانه وتعالى وعده وانتصرت الروم على الفرس نعم الواقع أن هذا كلام الرباني من مظاهر إعجازه الغيبي إذ يتحدث عن أمر مستقبلي يتعلق بأم من الأمم يتعلق بأم من الأمم وفي القرآن من هذا النوع كثيراً كثيراً